هنعمل النهاردة صابون لغسل الملابس هيشيل الاسفرار والبقع اللي بتكون صعب انها تطلع من الملابس وخاصة بقى بيكون يعني في الملابس الفتحة اللي بيكون صعب ان انت تنظفيها بجد الصابونة دي روعة يا جماعة وطبعا انا النهاردة حتى اضافات قوية جدا علشان تخلي الصابونة تكون معانا ممتازة في التنظيف وده كان شكل الصابون تاني يوم الصبح يعني انا عاملا بالليل والصبح كان ناشف جدا وبجرب معاك الرغوة بتاعته ده بقى ينفع لو انت عندك مثلا بقع دم بقع اسفرار صعب او انه يطلع وخاصة في الالوان الفتحة ما قادرنا النهاردة هكون بكباية يعني اي كباية عندك استخدمها في كل المكونات بس هيكون نفس الكباية متغيرهاش هنا معايا اربع كباية من الزيت المستعمل طبعا بيكون مصفية كويس اوه علشان هنستخدم الملابس النهاردة كده معايا اربع كباية زي ما انت شايفين نجي هنا بقى ونحط اربع معالق كبار من الصابون السيل اي نوع صابون سيل انت شايفين من بره بتحط منه اربع معالق كبار وطبعا كمية الصابون السيل ما انزوداش عن كده علشان هتخلي الصابونه تكون طرية معاك ومش هتنشف خالص طبعا لو ما عندك الصابون سيل تقدر تحط بداله برسجل واللحظوا معايا بقى هنا لما بنقلب الصابون مع الزيت لونه بيختلف تماما يعني بتلاقي ان لون الزيت وقوامه اختلف خالص والخطوة دي بتغير ريحة الزيت تماما يعني بتقضي على اي ريحة من بقى الاكل اللي كانت موجودة فيه وهنا هنحط كمان معلقتين كبار من الكولور الابيض طبعا لو انت في الدول العربية ومش متاح عندك الكولور تقدر تحطي اي مزيل بقى على الملابس موجودة عندك تقدر تحط الفانيش اللي متاح عندك بتحطيه زي ما انت شايفين الكولور برضو فتح معايا لون الزيت خالص وبالخطوة دي قضينا على اي ريحة اكل موجودة في الزيت يعني ريحته بقت معانا مختلفة تماما هنا معايا تلت كوباية من المياه المغلية يعني تكوني منزلة من على النار على طول هنحط فيها اربع معالق كبار مليانين من منصحوق البدرة مسحوق غسلات عادية علشان يزود معاك الراوة السطبونة وكمان هيزود في النظافة طبعا انا هنا حطيت مية مغلية علشان ادوب فيها المسحوق يعني لما بحطه في الصبون كده يكون متوزع معايا في كل زرة في الصبون وبعد ما دوبناها هنركنه على جنب ونبدأ بالخطوة اللي بعد كده معايا هنا معلاقة كبيرة من السكر وهنا كمان معايا نص كوباية من المياه دي مياه من الحنفية من السخنة يا جماعة علشان تكونوا عارفين لان في ناس بتكون جديدة ومش عارفة حطيت المياه على السكر وهدوب السكر ده تماما لحد ما يختفي لان لو ما دبش معايا دلوقتي مش هيدوب خالص ويبدل كده حبيبات في الصبونة ياما لو تحطيه بعد كده في الخطوات الاخيرة يبقى تحطيه سكر ناعم جدا هنا كمان حطيت نص كوباية من البطاس او السودو الكوية او هيدروكسود السوديوم ولما تيجي تعبي النص كوباية بطاس لازم تهزا كويس قوي وانت بتعبيها علشان بيبقى فيه بينها فراغات كتير فبتعرش على الفاض يعني بتبقى فيه بينها مسافات وكمان لو الكشور بتاعة البطاس دي خشنة قوي وكمان وانت بتعبي الكوباية زاودة على النص شوية مايبقاش نص مزبوط ومنحوظة كمان لو عندك البطاس ده قديم وما يكون عندك بقاله فترة فخلي الكمية تكون اكتر من كده يعني زاودة كمان معلقة او معلقة ونص كده من البطاس علشان يديك مفعول قوي ويخلي الصبون ينشف معاك بسرعة طبعا احنا بدوبين هنا للسكر لحد ما دب معانا تماما وبعدين بنزل بالصودا وهقولك على معلومة كمان لو انت حطت السكر ومادوبتوش في البداية كده وحطت عليه البطاس ولا يستخشن يبقى يبدل معاك خشن ومش هيدوب خالص هيبدل في الصبون زي ما هو بعد ما سبت البطاس لحد ما برد معايا خالص هنزل به على الزيت اللي احنا مجهزينه طبعا تقدر تستخدمي هنا اي حاجة متاحة عندك تقلب بيها معلقة خشب او مضرب يده وكده يكون قادمة عندك تستعمليه في الصبون هنا زي ما انت شايفين انا استعملت الهند بلندر ولو لاحظتوا معايا هنا ان القوم ما شاء الله بدأ يتقل معايا من اول تقليبة وطبعا مش معنى ان الصبون تقل معايا بسرعة يبقى يتقل معاك بسرعة فدي بتختلف على حسب الصودا او المكونات اللي انت استخدمتيها يعني ممكن ياخد معاك تقليب اكتر بشوية وطبعا مش هنستعجل لازم ندي حقه في التقليب علشان يدينا نتيجة كويسة ولما تسيب الصبون ينشف ما يفصلش معاك الزيت يعني ممكن لو انت استعجلت ولاقته تقل معاك بالشكل ده وروحت بقى عبت على طول في الاوالب ممكن ان هو يفصل زيت فلازم تدي حقه في التقليب مش هقولك على وقته معايا طول ما الصبون لسه قومه ما تقلش معاك جامد قلبي فيه براحتك خالص وهو ما شاء الله يعني مجرد دقتين كده كان معايا بالشكل اللي انت شايفينه هنا بقى هننزل بالمسحوق اللي احنا دوبناه في المياه المغلية وعلى فكرة المسحوق ده كانت المياه لسه سخنة خالص يعني تحس ان هي لسه ما بردش تماما فانا حبيت ان انا اتجرب برضو معاك واحنا شغالين وعلشان اقولك برضو النتيجة لو انت حطيت المياه سخنة على الصبون هلها تأثر عليه ولا لا وزي ما انت شايفين انا لاحظت ان يا فعلا ما عملتش اي حاجة في الصبون ومشاء الله اديتني نتجة كويسة جدا وكمان المسحوق فتح معايا لون الصبون تماما علشان احنا مدوبينه كويس قوي فهده الصبون اللون اللي انت شايفينه وعلى فكرة انا عاملة معاكو الصبون بالطريقة ده قبل كده بس ما كنتش حطة فيه الكولور يعني فيديو الكولور ده كان لوحده بس انا علشان جربت الصبون ما شاء الله لقيته فيها لن حلوة اوي لما دوبنا المسحوق في المياه الصبون بقالا عندي فترة طويلة اوي فلما جربتها لقيت ان الصبون نشفى اوي اوي من جوه فقلت بقى ان انا اعمل معاكو الطريقة مرة تانية وكمان حبيت ان انا اضيفي المسحوق هو لسه المياه بتاعته سخنة بتغلس زي ما هي يعني يا دوب دوبت فيها المسحوق وستها جنبي لحد ما بدأ الكون بتاع الصبون يتصبن معايا بس هي فعلا كانت سخنة جدا وزي ما انتش شايفين دي كانت النتيجة وهنا بقى بنكون مجاهزين الاوالب او العلب اللي نحط فيها الصبون في تعليق كان جالب تسألني بتقول لي ينفع حط في علب الجبنة ولا الصبون يسياحة لا الصبون ما بيسياحاش خالص لان هي اصلا بتكون بتبطنة من جيوة بالطبق اللي انتشايفها اللي بتلمع دي فعلشان كده الصبون بتلعملها بكل سهولة هنا زي ما انتشايفين انا عبيت في الاوالب الصغيرة دي بس لقيت ان الصبون بينشف منه بسرعة فقلت بقى ان انا هجيب علبة واحدة وحط فيها باقي الصبون وعلى فكرة كان اعمل معايا فراغات لانه نشف بسرعة جدا هشيل بقى باقي الاوالب الصغيرين وهجب علبة كبيرة علشان اعبي فيها باقي الكمية والصبون ده نشف معايا بعد ساعتين كان يعني تقريبا بدأ ينشف وعشان الصبون ده بينشف بسرعة اوي لازم تاختبالك منه يعني اول ما يبدأ ايتماسك بتقطعيه علشان يطلع معاك الصبونة شكلها مظبوط بعد ما عبيت الصبونة هسيبه بقى لحد ما ينشف ونرجع ونجرب الرجوة مع بعض وزي ما انت شايفين ده كانت النتيجة الصبونة معايا نشفة جدا ملمسها ناعم وكمان لو جت تستعملها تلاقي نشفة معاك خالص يعني مش بتبوش زي اي صبونة طبعا لو حبت تستعمل الصبونة ده على طول يعني بعد يومين ثلاثة كده لازم تلبسك وانت في ايدك علشان ما تأثرش على بشرة ايدك لان لو استعملتها بدري بعد ما تعملها بيومين ثلاثة كده او في البداية بتلاقي ان ايدك بدأت تأشر يعني طبقة الجلد الاولى دي بتبدأ تأشر بس الصبونة ده المفروض ان احنا بنسيبه 45 يوم وبعدين بنستعمله علشان لو ما سكناه بادينا ما يقصرش على بشرتنا خالص وطبعا هيخلي معاك بقى الملابس روعة في التنظيف يعني لو عندك مثلا بقعة دم بقعة اصفرار في الملابس ومش راضي تطلع هتبر بقى بالصبونة دي وتسيبها نصف ساعة بس تسيب الرغبة بتاعت الصبونة عليها كده نشفر واحدة من غير مية وترجعي بقى تخسلها باديك دعكة خفيفة هتلاقي ان البقعة اختفت معاك تماما يلا بقى لو وصلتم معايا لحد دينا في الفيديو ياريت تحطوا لايك وكمان لو قول مرة تشوفوني اتمنى تشتركوا في القناة وكمان فعلوا بجرس علشان تكون اول ناس يوصلها فيديوها دي